بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الكفاية اللغوية للصف الثانوي نحن في الوحدة الإملائية في الكفاية الإملائية اليوم سنحاول بإذن الله أن ننهي هذه الكفاية حتى ندخل في الكفاية القرائية طبعا سنأخذ الاختبار بعد ثم سنتحدث عن المادة العلمية التي تم أخذها في هذه الوحدة أني شاركني طبعا في تقديمي هذا الدرس في رغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة التدريبية الثانية في الكفاية الإملائية قضايا إملائية وعرف من القضايا الإملائية التي هي الحادف الزيادة والفصل الوصل والألف المصطرفة وهذه هي الأهداف التي يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد أتقنتها بإذن الله تعالى وأن تبين سبب كتابة الألف المصطرفة على الصورة المعينة في الكلمات المعطاة المعينة وتحدد الحروف التي تزاد في الكلمة التي تحذف منها وما يوصل وما يفصل من الكلمات كذلك تعلل زيادة الحروف أو حذفها من الكلمات ووصل الكلمات أو فصلها وتميز بين أنواع الكلمات الموصولة وتكتب عددا من الكلمات التي بها ألف مصطرفة بشكل صحيح كذلك تكتب عددا من الكلمات بالزيادة والحذف والوصل والفصل بسلامة إمنائية وتصحح أي خطأ في الألف المصطرفة وفي رسم الكلمات ذوات الزيادة والحذف والوصل والفصل كذلك تكتب فقرات كاملة في موضوع ما مجتملة على ألف مجترفة وكلمات فيها زيادة وحذف بشكل صحيح في الوحدة التدريبية الثانية اختبار بعدي اختبار بعدي مقصد به بعدما أخذت دروس هذه الوحدة وعرفت فيها الألف مجترفة وعرفت الوصل والفصل وعرفت الحذف والزيادة هنا اختبار يقيس مدى فهمك لهذه الوحدة قال أبو فراس الحمداني طبعا أبو فراس الحمداني شاعر عباسي في الأصر العباسي كان في بلاد أيضا سيف الدولة وهو ابن أم سيف الدولة يعاتب سيف الدولة سيف الدولة هو علي بن عبد الله يقول وما أدعي ما يعلم الله غيره رحاب علي للعفاة رحاب وأفعاله للراغبين كريمة وأمواله للطالبين نهاب ولكن نبى منه بكفي صارم وأظلم في عيني منه شهاب وأبطأ عني والمنايا سريعة وللموت ضفر قد أطل وناب فإلا يكن ود قديم عهدته ولا نسب بين الرجال قراب فأحوط الإسلام أن لا يضيعني ولي عنه فيه حوطة ومناب ولكن نراض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سراب أم من بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب أو العتب حين أثاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام بضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك أن ود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب هنا يتحدث عن ابن أمه ويعاتبه في ذلك لاحظ معي هذا النص أقرأ فيه هنا أستخرج أستخرج من النص السابق ما يأتي ألفا متصرفة على صورة يا يريد ألف متصرفة على صورة يا وبين لما كتبت بهذه الصورة أيضا يريد منك أن تستخرج ألفا متصرفة على أصل صورتها يعني ألف قائمة وأيضا تبين لما كتبت بهذه الصورة وكلمتين حذف منها حرف الألف كلمتين حذف منها حرف الألف وأيضا اسما حذفت منه يا أوه وكلمة حذفت منها همزة أل للتعريف حمزة التعريف وثلاث كلمات دخلها وصل عد من النص واستخرج وقرأ بإمكانك أن تحضر الكتاب وأن تقرأ هذا النص هنا استخرج من هذا النص ما أطلب منك ألفاً مصطرفة على صورة يا ألفاً مصطرفة على صورة يا لماذا كتبت أيضاً؟ تبين الآن لماذا كتبت بهذه الصورة جميل هنا الألف مصطرفة على صورة يا مثل ترضى ترضى من رضياء لأن أصلها يا لأن أصلها هي من رضياء تكتب هنا على صورة يا طيب ألفاً مصطرفة على أصل صورتها وأصل الصورة التي تكتب ألف إيش؟ أحسنتم أن تكتب ألف قائمة ألف قائمة لماذا كتبت هنا نقول المنايا لماذا كتبت هنا ألف قائمة؟ لأنها سبقت بياء لأنها سبقت بياء فتكتب ألف قائمة ألف قائمة جميل ابحث أيضا كلمتيني حذف منها حرف الألف عدل النص وقرأ كلمتيني حذف منها حرف الألف لكن والله لفظ جلال لكن والله لكن أيضا هنا حذف من حرف الألف اسما حذفت منه يا أو اسما حذفت منه يا أو جميع راضي لمنقوص صلوها راضي وهنا حذفت الياء كلمة حذفت منها همزة للتعريف للعفات يصلها العفات فدخلت لام الجر وهنا حذفت ال للتعريف الهمزة أل للتعريف العفات ثم صارت للعفات فهنا حذفت الهمزة ثلاث كلمات دخلها وصل جميل هنا يضيعني تريده وأفعاله هنا الوصل بالضمائر الوصل هنا بالضمائر تريده لها يضيعني أيضا لها وأفعاله أيضا لها هنا انتصرت الكلمات مع بعضها البعض هذا دخل فيها الوصل دخل فيها الوصل جميل هنا تقويم الأداء أخي الطالب أختي الطالبة انتهيت الآن من دراسة هذه الوحدة انتهيت من دراسة الوحدة الوحدة الكفاية الإملائية والقضايا تحدثنا عنها الفصل الوصل والحذف الزيادة والألف المصطرفة هنا انتهيت الآن من دراسة الوحدة وقمت بآداء عدد من النشاطات والاختبارات وآخرها الاختبار السابق قوم ذاتك في هذا الجدول قوم ذاتك هنا مهارة الوحدة هل أتقنت بمستوى عال أم أتقنت بمستوى متوسط أم أنك أتقنت قليلا أم لم أتقن سجل هنا قوم نفسك بنفسك ثم حتى تعرف أنت كتابة الألف المصطرفة آخر الكلمة كتابة الألف المصطرفة آخر الكلمة هل أتقنتها وعرفتها أم أتقنتها مستوى متوسط أم أنك أتقنت قليلا أم لم تتقنها أصلا ولماذا لم تتقنها حتى تستطيع على ذلك أن تعود إلى وتذكر السبب لعلك ترجع وتقرأ أكثر ما يحدث من الكلمة أيضا الحذف هل أتقنته وعرفت أو مستوى عال أو مستوى متوسط أو أتقنته قليلا أو لم تتقن كذلك ما يزاد الزيادة هنا أيضا موضوع الزيادة هل أتقنته بمستوى عال أم أتقنته مستوى متوسط أم قليلا أم لم تتقن أيضا ما يجب وصله من الكلمات وما يجب وصله من الكلمات إذن ألف مسترفة الحذف الزيادة الوصل والفصل فأنت تذكر هل أتقنت ذلك بمستوى عال أم أنك أتقنته بمستوى متوسط أم قليلا أم لم تتقن أم لم تتقن وهذا يعود إليك وقيم نفسك في ذلك وسجل ثم ذلك حتى تبين الأسباب التي من خلالها لم تستطيع إتقان ذلك لعلك تعود وتقرأ مرة أخرى هنا خطة المقترحة هنا تضع لك لتضع لك خطة وأيضا لتضع لك خطة مقترحة لرفع مستوى الإتقان باستمرار أن ترفع مستوى الإتقان وكيف تستطيع أن تفهم هذه الموضوعات وأن تتقنها أكثر وأن تتقنها أكثر جميل هنا المادة العلمية سنذكر المادة العلمية وهو تقريبا يعتبر ملخص لكل ما ذكر في هذه الوحدة طبعا هنا الإجابات ويقول أحجب الإجابة ثم أقرأ وهنا بعد ذلك أجب حتى يتبين مدى الفهم لديك المادة التعليمية بداية أول موضوع فيها الألف المتطرفة الألف المتصرفة طبعا للألف في آخر الكلمة صورتان ألف على صورتها دون نقط ألف على صورتها دون نقط وألف على أصل صورتها ألف قائمة وكلا الصورتين تسميان بالألف المقصورة يعني المطرفة التي في آخر الكلمة هي ألف مقصورة كما أنهما تسميان بالألف اللينة أيضا يسمى ألف مقصورة وألف وألف لينة أولا تكتب الألف المصطرفة على صورة الياء في موضعين واحد كل كلمة مكونة من أربعة أحرف فأكثر إذن كلمة مكونة من أربعة أحرف فأكثر من ذلك مثل مسعى ملها انتهى مستشفى استرعى لاحظ عدد الحروف إما أربعة أو أكثر لذلك كتبت ألفها على صورة الياء هنا إكمال حسنت على صورة ياء إذن هذه الحالة الأولى الثاني أو الاثنان كل كلمة مكونة من ثلاثة أحرف أصل ألفها ياء الثلاثي أصل ألفه ياء ما زاد على ثلاثة هو أيضا مباشرة على صورة ياء الكلمات فتاء وهوى ورمى وسعى جميعها ثلاثية وأصل ألفها الياء ولذلك كتبت ألفها أيضا على صورة الياء لاحظ على صورة الياء طبعا هنا للتعرف على أصل الألف كيف تعرف الأصل؟ للتعرف على أصل الألف نعمد إلى تغيير سورة الكلمة يعني تقلبات الكلمة نعمد إلى تغيير سورة الكلمة بأن تأتي بالمثنى أو الجمع أو الفعل مضارع أو المصدر إلى آخره فما ظهرت فيه لي أدل على أصل الألف فيه ياء انظر مثلا فتاء فتياني هنا مثنى أصله ياء إذا كتبت على صورة ياء وفتية أيضا جمع وأقول مثلا رمى على صورة ياء هنا أيضا يرمي للمضارع هنا أيضا أصله ياء ورمي ياء ورمي ياء أيضا هنا للمثنى تجد الألف قد انقلبت ياء ولذلك فإذا قلنا إن أصل الألف ياء إن أصل الألف ياء ممتاز هذا فيه الألف متطرفة ثانيا ثانيا تكتب الألف المتطرفة على أصل صورتها ألف قائمة أصل الصورة ألف قائمة في المواضع الآتية كل كلمة تتكون من ثلاثة أحرف أصل ألفها واو إذن هذه لابد الأصل لينكون واو حتى تكتب ألف قائمة الكلمات مثل دعا ونجا وعصا وربا هذه أربع كلمات جميعها مكونة من ثلاثة أحرف ثلاثة أحرف ثلاثي وأصل ألفها واو وأصل ألفها الواو لذلك كتبت على أصل صورة الألف للتعرف على أصل الألف أيضا نعمد إلى تغيير الصورة صورة الكلمة يعني التقلبات بأن نأتي بالمثنى أو الجمعة والفعل مضارع أو المصدر إلى آخره فما ظهرت فيه الواو دل على أن أصل الألف فيه واو مثل لاحظ دعا يدعو مضارع دعوة اسم أو مصدر عصى مثنى عصواني وأيضا أصلها واو هنا ربا ربوة أيضا أصلها واو فتجد الألف قد انقلبت واو ولذلك قلنا إن أصل الألف واو إن أصل الألف واو منتاز هل تكتب على أصل صورتها ألف خائمة اثنان الكلمات الأعجمية بين قوسين هنا غير العربية غير العربية فالكلمات أمريكا وطنطا وموسيقى كلها كلمات أعجمية كلها كلمات أعجمية و لذلك كتبت على أصل صورة الألف ألف خائمة يستثنى من ذلك كما عرفت موسى وعيسى وكسرة وبخارة موسى وعيسى وكسرة وبخارة جميع الأسماء المبنية أيضا هنا تكتب ألف قائمة على أصل صورتها أنا وهذا وإذا أسماء مبنية ولذلك كتبت ألف على أصل صورة الألف ويستثنى من ذلك متى ولدى وأنا والأولى أيضا جميع الحروف فالكلمات لا وإلا وألا وما كلها حروف كتبت ألفها على أصل صورة الألف ويستثنى أيضا من الحروف أربعة هي إلى وعلى وبلى وحتى إلى وعلى وبلى وحتى هنا الحذف الزيادة هنا ألف مضطرفة أنهينا الحذف الزيادة الحذف هو إسقاط إسقاط أحد أحرف الكلمة رسما مع بقائه في النطق يبقى في النطق لكنه يحذف خطا لا لفظا كما قيل تحذف الألف خطا لا لفظا من الكلمات الآتية لكن الرحمن إلى أولئك هذا هذه هؤلاء ذلك هنا تحذف كذلك ابن بشرط ابن بشرط أن تكون بين علميني أن تكون بين علمين ثانيهما أب لأولهما وليست في أول السطر أيضا اسم إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فهنا تحذف أيضا مثل اسمك علي أصلها اسمك لكن تحذف هنا ألف الوصل أو همزة الوصل تقول اسمك علي أو دخلت عليها الباء في البسملة مثل بسم الله الرحمن الرحيم تحذف ياء المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا غير مضاف ولا معرف بأل مثل هذا قاض ومررت براع أصلها قاضي وراعي بحذف الترياء لأن هنا نكرة مرفوعة أو مجرورة تحذف حروف العلة أيضا من آخر الفعل المضارع حروف العلة الثلاثة اللي هي آلف الواو وليا مثل لم يسعى هنا سبق بداية الجزم لم يرمي أصلها يرمي أخلايا لم يدعو آخرها واو أو فعل الأمر المنتهي بحرف علة فعل الأمر أيضا منتهي بحرف علة مثل سعى تقول اسعى بالأمر ورمى تقول إرمي أيضا هنا يحذف حرف العلة تحذف قال للتعريف من الكلمة المبدوئة بلام إذا سبقت بلام مثل لللسان للغة قال للتعريف تحذف إذا سبقت بلام أيضا انظر الأمثلة آتية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته راع لاحظ قوله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر تدعو وإله تجد كلمة راع قد حذفت إليا من آخرها وأصله راعي لأنها يسم منقص يسم منقص في حالة الرفع وكلمة تدعو قد حذفت من آخرها أيضا الواو تدعو هنا ولا تدعو مع الله وأصلها تدعو لأنها فعل معتل الآخر في حالة الجزم سبقا بأداة جزم وكلمة إله قد حذفت الألف من وسطها إلهاً بدون سبب طبعاً علمي إلا كثرة الاستعمال إله جميل وخلاصة الأمر أن ما يحذف من الكلمة أربعة أشياء الألف من أول الكلمة أو وسطها ولياء من آخر الاسم المنقوس إذن ألف من أول الكلمة أو وسطها ولياء من آخر الاسم المنقوس وحرف العلة من أواخر الأفعال المجزومة من أواخر الأفعال المجزومة وأفعال الأمر والتعريف والتعريف الزيادة الزيادة هي أضافة الألف والواو إلى الكلمة رسماً ما عدم النطق بها زيادة فقط في الرسم بدون النطق إذن هنا عكس هناك يحذف لفظاً خطاً لا لفظاً وهنا يحذف يزاد رسماً أيضاً بدون نطق هنا زيادة الواو تزاد الواو في آخر كلمة عمر الواو كتابة لا نطق للفرق بينها وبين عمر وتزاد في الكلمات الآتية أولائك وأولات وأولاء وزيادة الألف الألف الزايدة ثلاثة أنواع هي ألف الفارقة وهي ألف تزاد بعد واو الجماعة في الأفعال الفرقي بين الفعل الواحد وفعل الجماعة مثل الأمثلة هذه أنت تدعو ربك ينجو الحذر تجد الأفعال هنا في ألف مختومة بواو وليس بعدها ألف وليس بعدها ألف لأن الفعل يدل على الواحد بينما الأفعال هنا هؤلاء يدعوا ربه الطلاب لم يهملوا واجباتهم مختومة بواو بعدها ألف للدلالة على الجمع أما المجموعة جيم حضر معلمو المدرسة اجتمع مديرو التعليم هنا وقعت في آخر اسم وذلك لم تلحقها الألف لم تلحقها الف وهنا أيضا لأنه جمع مذكر سالم هنا واو الجماعة هنا فقط واو الجماعة وهنا معلمون ومديرو أصلها مديرون ومعلمون وهنا الواو هنا في آخر الاسم لجمع مذكر السالم ألف تنوين نصب وهي ألف تلحق أواخر الأسماء المنصبة ما لم يكن آخر اسم تاء مربوطة أو ألفا بعدها همزة لاحظة الأمثلة غرس المزارع شجرة ضخمة أعطيت المحتاج غذاء ودواء قرأت كتابا مفيدا مثال أول لم تلحق ألف تنوين شجرة لأنها مختومة بتاء التانيث المربوطة إذا كان آخرها تاء مربوطة لا تحق ألف تنوين مثال الثاني لم تلحق ألف تنوين أيضا في غذاء ودواء لأنها همزة مختومة بهمزة قبلها ألف همزة وقبلها ألف فلا تأتي ألف بعدها همزة مثال الثالث لاحقت هنا ألف التنوين كتابا ومفيدا لماذا؟ لأن آخرها ليست مربوطة ولا همزة قبلها ألف ألف الإطلاق وهي ألف تلحق بالقواف الشعرية إذا كانت متحركة بالفتح مثل إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مردى لاحظون أن ألف إطلاق أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافياً إن الكتابة كتابة هنا والصحابة هنا تمرد الصحابة والكتابة قد لحقتها ألف الإطلاق لأنها متحركة بالفتح في القواف الشعرية فقط الخلاصة هنا أن الحروف التي يمكن زيادتها في الكلمة هما حرفان الألف والواو فأما الواو فإنها تزاد في كلمة عمر للتفريق بينها وبين كلمة عمر وأما الألف فزيادتها على ثلاثة أنواع ألف فارقة وهي الألف التي تزاد في أواخر الأفعال للدلالة على الجمع وألف تنوين وهي ألف التي تزاد في أواخر أسماء المنصوبة ما لم تكن مختومة بتاء مربوطة أو همزة قبلها ألف وألف الإطلاق وهي ألف في القواف الشعرية وصل الكلمات وفصلها نوضع الأخير الفصل هو كتابة كل كلمة منفصلة عن أخرى والوصل هو أن تشبك كلمتان أو أكثر لتصبح كلمة واحدة في الرسم قاعدة كل كلمة مستقلة في النطق يجب أن تكتب منفصلة في الرسم وكل كلمة لا تستقل في النطق يجب وصلها هنا محمد طالب مشتهد ثلاث كلمات مستقلة في النطق منفصلة في الرسم فسيكفي كهم هنا خمس كلمات هي حرف العطف والفا وحرف الاستقباء السين والفعل يكفي والضمير كاف والضمير هم هنا وصلت لماذا؟ لتصبح في الرسم كلمة واحدة تصبح في الرسم كلمة واحدة أنه لا يمكن البدء بها أو الوقوف عليها ما يجب وصله من الكلمات كل كلمة مكونة من حرف واحد أو حرفين غير صالحة لا ارتداء بها أو الوقوف عليها مثل فاء العطف، باء الجر، اللام، الضمائر وما شابهها لاحظ لهم كالأسود علمت وتجد كلمة الأولى مكونة من اللام زايدهم والثانية مكونة من الكاف وزايد الأسود والثالثة مكونة من علمتم الكاف أيضا زايدتها وقد وصلتنا الكلمتان لأن أحدها لا يمكن يبتدأ بها أو يوقف عليها كل كلمتين أيضا دمجتها في اللفظ للدلالة على مسمى واحد في الكلمات بعلبك أو بعلبك رأس مالية وكهرومغناطيسية هي في الأصل تتكوم من كلمتين بعل وبك ورأس ومالية وكهربائية ومغناطيسية ولقد دمجت في كل كلمتين منها لفظا للدلالة على مسمى واحد ولذلك وصلتها في الرسم الإملائي أيضا كلمة من أو من توصل بحروف الجر من وعن وفي واللام والباء فتسقط النون من حرف الجر المختوم بنون فتقول ممن وعمن وفيمن ولمن وبمن فقد وصلت هنا من بحروف الجر وسقطت النون من حرفي الجر من وعن كلمة ما الاستفهامية توصل بحروف الجر فتسقط الألف من آخرها كما تسقط النون من آخر حرفي الجر من وعن فتقول مما وعما فيما إلىما علامة لما وبما وهكذا تلاحظ أن ما توصل بحروف الجر فتسقط النون من آخر حرفي الجر من وعن وتسقط الألف من آخر ما دائما كلمة ما غير استفهامية توصل بأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والظروف والحروف الناسخة وبعض الأسماء والأفعال تقول أينما وكيفما وبينما وكلما وإنما وحسبما ومثلما وعندما إلى آخره ولا تسقط الألف من آخر ما ولا تسقط الألف من آخر ما هذا ما أردنا أن نورده في هذه الوحدة في الكفاية الملائية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين